أنت قلت لي من شوية قبل ما أنسى أنك أنت الوحيد الذي فتحت مكتب انتخابي وأمنت خدمات بشبيل الوقت الانتخابات الكل الذي يعرف أن هذا المكتب الانتخابي كان ممولاً من الحريرية السياسية أبداً أنا حقول لك ما كنت أخذ أنا أولاً ماني حريري أنا متعاطف مع الرئيس الحريري وأريب جداً من الرئيس الحريري كنت محسوب علي سياسياً وانتخابياً إلي الفخر لا أقول لك لا أنا لما بكون قريب منه وبفيد ابن جبال هايدي مفخرة لإلي وعم فيش قلب الناس أنا لمعلوماتك استاذ توني كنا نظلنا بالمكتب يومين نيجي بالجمع نظلنا للساعة ثلاثة أربعة الصبح أنا اليوم الوحيد القليل كنجيب فيه خمسين ستين تشاك شكات هايدي تدفع للمستفيد الأول هيدا بدو يعمل صور هيدا بدو قصة مدرسية هيدا بدو يفوت على المستشفى نحنا كنا عم فيش قلوب الناس يعني كنتوا عم تشتريوا أصوات الناس لماذا كان فيه انتخابات ما كنت نيبه وخالص نحنا عم نفك أزمة الناس ايه الشرف اني عملت هيدا ومنشان هايك بعد العالم تحكي فيي أداكت عم تاخد التلي هلأ بقى لك أداكت عم بيخد شو بيخد التلي هلأ بخبرك أداكت عم بيخد منهم من مين هودين هم قولك تجيب عشرين ثلاثين أربعين خمسين شاك ولكن كانوا يوزعون الشباب كان عندي أربع خمس شباب بالمكتب نحنا حتى ما يصير فيه الخلل نبتعرف بني آدم طميع يمكن تجي تشيك يصرف لي مش للحاملة يصرف للمستفيد الأول ونحط الاسم ونضع له طيب أنت الشيعي لماذا لماذا أخدت الدعم من السنين يعني عطرنا نحكي بهذه المنطق يعني أنا حقول لك لا أنا بدك تفتح لي جروحاتي أنا والرئيس بري رئيسنا وحبيب قلبنا وعراسنا نحنا مانا ضده بس أنا طلبت وظيفة عسكري بمجلس النواب معطانية لواحد من خصومي مش من بيت عواد من بيت حيدر أحمد وانت عارف نحن بيت عواد بيت حيدر أحمد دايما يعني هني بينزلوتوا بعض بالانتخابات منهم أعداء ولكن هني بالسياسي يعني نادر ما تلاقي متفقين بقى وعدني فيه كذا مرة ومعطانية أنا اتجهت بيني وبينك إلى الرئيس الحريري ورئيس الحريري كان يلب لأنه نائب شيعي ببلاد جبال لانه جنوبي ولانه بقاعي مغام بده يجيب خدمات شو شغلته النائب التشريع انت بتعرف كم كتلة هني كم كتلة كم واحد أربعة خمسة هني بيطبخوا الطابقة صدق صدق شو أما رئيس شيعي لانه ملتمي لأي حزب ولانه ملتمي للناس اللي هني المفروض يكون معهم إذا ما اجي عمل خدمات ما العالم بصير تطبله على طيب انت اليوم وين من سعد الحريري أنا صديقي سعد الحريري بعد قوله اليوم صاري زمين من الانتخابات يمكن ما شفته يعني اليوم إذا بك تنزل على الانتخابات ممكن سعد الحريري كمان يمولك ماش بيحاجي أنا لاني يتمون ماني بيحاجي ممكن تنتجى لبهاء حلا انا اجتمعت انا وواحد شاب مسؤول عن جماعة بهاء طلب اني تعشت انا وياه وتعشت انا وياه وتعرفنا عبعض واخد تليفوني واخد تليفوني بس ما صار شي يعني لح تدلق لها ما عارفين شي بس أنا في يعني في عروض ايه في عروض بس انه ما صار شي يعني اذا طلب منك انك تكون بأحد لوائح بهاء الحريري اللي يراهي بنا نشوف شو البرنامج الانتخابي طبع اي واحد شو البرنامج الانتخابي طبع شو البرنامج الانتخابي طبع 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 يبدوarnos طبي طلب طبع 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 الطلب طبع طبع طوبع طعikka طبع 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 انا لست من الناس بيشيروا البرودي من هنا لو بدي اعمل هاي كنت ايام رفيق الحريري مصاحب الرئيس بري والحزب تلت رباعهم كمان اصحابي كنت انا لازم امشي مع واحد من هذول لانه مصلحة الجبال تقضي ان يكون هان ما يكون مطرح تاني ناخب الجبال اللي انا عم بخدمه من هان عم بخدمه شو بدي يروح ايخد من هونيك انا ماني جنوبي وملاني بقاعي من شان هاك ما بيعملوا لي ما لي وزن بالطائف الشعي نحنا لا محسوبين هان ولا محسوبين هان انا يعني ما عنا بجبال وكسروان وجبل كله انها النائب هاي دا النائب بده هو يعتمد على نفسه ويشوف كيف بده يأمن خدمات لأهل المنطقة مسلمين ومسيحيين